اشتركوا في القناة ولا تنسجم مع العلاقات الاخوية التي تربط شعوب دول مجلس التعاون مع الشعب اللبناني الشقيق وردا على تلك التصريحات المسيئة فقد قامت وزارة الخارجية باستدعاء سعادة سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين وسلمتهم ذكرة احتجاج رسمية تضمنت رفض المملكة واستنكارها للتصريحات المسيئة التي صدرت من وزير الخارجية والمقتربين اللبناني اشتركوا في القناة